السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مرحبا بكم معي في وصفة جديدة وفيديو جديد اليوم ان شاء الله نقدم معكم الغريبة الكوكوستي ميدان نتمنى على النتاج بكم وتجربوها ان شاء الله الطريقة هي سهلة ومبسيطة وناجحة 100% هنا في الخلط الكهربائي نضيف السد البيضات نضيف سشية الفاني نضيف سكر حبيبات سنيدة نضيف السنة في نسبة هناللي بغى كمية قلي سيقسم المقادرة الاجوج هذي ديك الأسة البيضات ساشي ديال فاني ساشي كام كاس ديال سنيدة وكاس ديال زيت هنا يضيف زيت نباتي عديد جوج كيسان ونضيف عليهم انكها ديال البرتقال اللي بغى يدير نكها ديال الحامض يديرها ولي بغى يدير قشور ديال الحامض يحكم ويضيفها او البرتقال انك هاللي بغيتو سوف هنا غادي نخلطهم واحد جوش دقائق نحتيدوا بلينا ذاك السكر ونحصلوا على واحد الخالط اللي هو كريمي هنا غادي نضيف معلقة كبيرة دي المربى دي المشمش هذا اللي كيكون جاري دي الحلويات ممكن تعوضوه بمعلقة دي الجليكوز اللي توفر عندكم كيعطيوا نفس النتيجة وغادي نضيف معلقة كبيرة دي الزبدة نضيف زبدة حيوانية وتكون بحرارة المطبخ سوفي غادي نخلطهم واحد دقيقة هانتوما كنحصلوا على هاد القاوة سوفي غادي ناخد هنا حقصرية غادي نخيف فيها غادي نضيف هنا نصف كيلو دي الكوك وغادي نضيف هنا بالعبار غادي نضيف ثلاثة الكسان عربة عامرين دي السميدة رقيقة السميدة اللي كنديروا بها الحرشة سوفي غادي نزيد هنا شوية هيت على حسب السميدة ممكن يقدكم شي مرات أنا كتقدني هاد لات الكسان شي مرات ما كتقدنيش وغادي نضيف هنا جوج أكياس دي الخاميرات للحلويات سوفي غادي نخلط لها بنتلي باقة خفيفة غادي نضيف هادك داك السميدة اللي بقاتلي بنتلي هاد يعني مزيانة وهاد را ما عاديش نضيفها طيب هنا ما غادي نضيف الكوك غادي نجمعها هنا يا راست داك السميدة جاتني شوية خفيفة طيب غادي نضيف هاد شكل طيب مباشرة غادي نجيب نبدو نكورها هاتو ما راكت تكور كل سهولة بنسبة الكورات على حساب الحجم اللي بغيتو بغيتو الغريبة كبيرة بغيتو عم توسطة أنا هنا مدرتاش كبيرة سوفي غادي نكورها كاملة كمية اللي غادي ندخل الفران لولا سوفي هنا دريت شوية دي المزهر ممكن ديرو غي الماء عادي اللي بغيتو وهناي عندي سكر غلاسي سكر سقيل يعني نوعية ممتازة هنا يركان اخدو غيب العبار دي العبار ممكن تاخدو اي نوعية يعني تعتو نفس النتيجة تناخد دي الصاشة ولا دي العبار زي ما مزياني مشوش سوفي داك مزهر اولي كيخلي هنا سكر غلاسي كيلش كيلسق في هذا كيشد في الغريبة هنا يا غادي ناخدها بعد المساليس غادي نضغط على شي شوية بصبعي بهاد شكل وغادي ندخلها الفران العافية تكون عليها من الفوق حتى كتبالينا تشقات وما تكونش العافية مجهدة بزاف متوسطة وما تكونش عاودتاني نقصة بزاف كندخلوها واحد ثلاثة دقايق ونردو معها البال باش ما يتحرقش لنا ذاك سكر غلاسي سوفي وكنطلعوا على الفوق واحد ثلاثة دقايق عاودتاني انا ما كتاخدش بزاف دي الوقت عشرة دقايق في الفران هذا هو الطياب ديالها كتكون واجدة وهذا هو شكل ديالها كتجي رائع جدا كتدوب في الفم نتمنى انا تعجبكم وتجربوها ان شاء الله عندما تشوفوا كيف كتجي من الداخل هكتجي معلكة وهناي بالنسبة لطريقة الاحتفاظ ممكن تديروها في الكونجيلاتور هكت تبقى مزيانة بالنسبة الناس اللي بغا يحتفظوا بها مدة اما الناس اللي غادي ياكلوها فوقي التارة ماشي يعني ماشي مشكل وهذا هو شكل ديالها مع السلامة والى وصفة قادمة ان شاء الله السلام عليكم